اشتركوا في القناة قيل حينها ان ادارة اوباما رفضت تقديم الغطاء لتلك القوات وتويت الصفحة دون ان يفهم ماذا جرى وربما ترامب متحمس اليوم لتلك الخطوة لمحاربة التنظيم وامشاء المنطقة الامنة في اان بدعم خليجي تركي مشترك تنسيق ثلاثي يظهر ايضا في المواقف الحازمة ضد ايران وتدخلاتها في المنطقة اما في ملفنا الثاني ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية تزحف باتجاه دير الزور فتدخل الحدود الادارية للمحافظة وتطرد تنظيم الدولة من عدد من البلدات وتركيا تقول انها تلمس تغيرا طفيفا في الموقف الامريكي تجاه دور الوحدات الكردية في معركة الرقة فهل تم توجيه بندقية قصد بعيدا عن الرقة ام ان الاتراك اخطأوا من جديد في تقدير الموقف الامريكي نبحث كل هذا بعد قليل في تفاصيل جدد وزير الخارجية السعودية استعداد بلاده لارسال قوات الى سوريا لمحاربة تنظيم الدولة بمعية دول خليجية اضافة الى دول من التحالف الاسلامي ضد الارهاب مؤكدا على ضرورة التنسيق مع امريكا لتحديد الخطط وسبول تنفيذها تفاصيل اكثر في تقرير محمد الدغير الحديث عن ارسال قوات عربية ودولية الى سوريا يعود الى الواجهة بعد استلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب مقاليد الحكم الذي يبدو متحمسا اكثر من سلفه اوباما لفكرة محاربة تنظيم الدولة والقضاء عليه وكذلك اقامة مناطق امنا وزير الخارجية السعودي عدل الجبير عاد في الايام الماضية ليؤكد استعداد بلاده ارسال قوات خاصة الى سوريا بمشاركة دول خليجية اضافة الى استعداد دول من التحالف الاسلامي ضد الارهاب لارسال قوات ايضا مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة الامريكية لتحديد الخطط وسبل تنفيذها ويبدو ان الدول الخليجية لن تكتفي كما قال ترامب قبل ايام بتحمل تكاليف انشاء مناطق امينة في سوريا بل انها تنوي بالفعل ارسال قوات لها تحت غطاء التحالف الدولية ويرى متابعون انه لا يمكن عزل ملف تنظيم الدولة عن ملف المناطق الامنة وبطبيعة الحال القوات المطلوبة لحماية تلك المناطق سواء كانت محلية او دولية التصريحات الخليجية والوعود الامريكية تصب في المصلحة التركية التي قدم مسؤولها خططا لسيطرة على مدينة الرقة وترضي تنظيم الدولة وكذلك خططا لإقامة مناطق امينة والملاحظ ان هناك تناغما في تصريحات الامريكية السعودية التركية المنتقدة للتوسع الايراني في المنطقة فامريكا والسعودية وصفتا ايران بالرعاية الاولى للارهاب في العالم وتركيا تتهم ايران بتجنيد اللاجئين الشيعة لديها واستخدامهم كحطب في حروب المنطقة تصريحات توحي بان ما تخطط له هذه الجهات يتجاوز ربما حدود محاربة تنظيم الدولة واقامة المناطق الامنة ارحب بالعميد صفوة الزيات خبير عسكري واستراتيجي انضم الينا مباشرة من القاهرة مساء الخير وايضا حسن هاني زادة كاتب ومحلل السياسي انضم الينا من طهران عبر سكايب مساء الخير وسينضم الينا بعد قليل الدكتور عصام ملكاوي استاذ العلوم السياسية من الرياض وايضا الدكتور سمير صالحة اكاديمي وباحث سياسي من اسطنبول ابدأ معك عميد صفوة الزيات هل تنظيم الدولة في سوريا يحتاج كل هذه القوات اعتقد انه لا يحتاج لكل هذه القوات اذا ما شاهدنا او ربما تقلنا او نحن الان نتعايش مع معارك يديرها في الموس اليوم اليوم 140 معارك في تدمر منذ ثلاثة ايام معارك في دير الزور معارك وهو يحاصر في دير الزور قوات النظام لدينا ايضا معركة الرقة ولدينا معركة الباب فكيف يصبح الامر انه يحتاج لكل هذه القوات لكن الحقيقة ان الامريكيين تلعبوا بالمنطقة جميعا واستغلوا ربما يعني المشروع الايراني خير استغلال وتلعب اوباما بالجميع كان يمكن ان يمنع تقدم القوات الميليشيات الشيعية في سوريا رفض كان يمكن ان يقضي على حزب الله تماما في القصير 2013 في نبل الزهراء في فبراير 2016 في مسلس الموت بين القنيطرة ودرعة واريف دمشق في صيف 2015 ولكن ترك الجميع يغرقون وترك هذا الاحساس الذي اصبح لنا جميعا اننا نقترب من حرب ربما فيها سمة الحرب الطائفية وعندما وقف ربما جون كيري في فبراير امام الكونجلس الامريكي من يتصور ان ترامب على خلاف ولكن اوباما قدم المنطقة الان الصدع هائل بين الخليج وايران الان في الداخل السوري شبهة الحروب الاسانية واضحة تماما الان يمكن لامريكا ان تملي شروط وان تتحدث عن تمويل وان تصعرض عضلات على الجميع بما فيهم حتى ايران وروسيا الاتحادية سنعود معك الى هذه النقطة عسكريا بماذا يفيد ومع تحمس ترامب على عكس اوباما سيد هاني زادة لماذا تقلق ايران ما الذي يزعج ايران تحديدا عند ارسال قوات خليجية او قوات تحالف اسلامي الى سوريا لماذا ترفض يعني حقيقة ما هو اهداف ما هي اهداف هذه المجموعات الغوات التي تريد تدخل الاراضي السورية هل يوجد اصلا جيوش في مجلس تعاون دول الخليج الفارسي هل السعودية لديها جيش السعودية متورطة في اليمن لا تستطيع مواجهة مجموعات فقيرة مثل الزيديين الحوثيين الفقراء والان متورطة في مستوقع مستنقع منذ اكتر من عامين لذا السعودية ليس لديها جيش ومن وجه الدعوة الى الجيش جيش المجلس التعاون لدخول الاراضي السورية اصلا الشعب السوري يكره الدول العربية الخليجية من وجه دعوة حتى تدخل ومن باذن من ايران اذا دخل يعني هذا الحديث باسمك من اين تأتي بهذا الادعاء اين قرأت او اين سمعت بان الشعب السوري يكره الشعب الخليجي منذ منذ اشهر قليلة انا دخلت الاراضي السورية واخذت يعني من رأي شريحة كبيرة من الشعب السوري تحدثت معهم انهم يكرهون السعودية والنضاء الانظمة بطبيعة الحال لا اقول الشعوب العربية طيب يعني طيب في هذا ما دخل ايران يعني هل ايران وصية على السوريين نعم نعم ايران وصية لان تحارب اسرائيل على الاراضي السورية حزب الله محور المغاومة الان في مواجهة ليست صراع عربي او عربي ايراني بل هناك صراع يعني هل ايران تحارب اسرائيل في سوريا اسمح لي سيد هني زادة هل ايران تحارب اسرائيل في سوريا يعني لماذا لا تحارب اسرائيل في اسرائيل اسرائيل اذا العرب يتقدمون مع ايران ايران تهاجم اسرائيل وتحر الأراضي الفلسطينية ولكن العرب الآن يهرولون يهرولون نحو التطبيع مع إسرائيل وإيران والمغاومة يحاربون إسرائيل لأن عملاء هؤلاء الذين يحاربون الحكومة السورية هم عملاء للكيان الصهيوني وبتمويل سعودي وبتمويل خليجي وكل ما هناك صراع واضح سيد زادة واضح إليك عميد زيادة استمعت لما قاله زادة. لماذا تخشى إيران من وجود قوات خاصة تحديدا قوات إسلامية ترسل وتدخل إلى سوريا ما الذي تخشى أكيد النفوذ تخشى إيران تخشى إيران أن الآن ربما بدأ المستنقع الذي وصلت إليه إيران والتي أوصلت فيه المنطقة كاملة أن يتكشف الآن الآن ستكون هناك منطقة آمنة سيكون هناك منطقة حظر طيران سيكون هناك منطقة ربما حظر حركة أو سيكون هناك على الأرض قوات لما يسمى الجيش السوري الحر ستكون هناك قوات خاصة ربما للسعودية والإمارات والقطر سيكون هناك دعم ظل جوية كاملة من قبل الأمريكيين ودعم مدفع وساروخ كامل من قبل الأتراك الآن هل سيستطيعون البقاء في نبل والزهراء هل سيستمرون في قتالهم كما يفعلون في المناطق الجنوبية هل المسلس الموت الذي يتمركز فيه الآن حزب الله سيملك الجرأة إلى أن يتقدم إلى مناطق الجلان كما يدعون الآن ربما سيتم دفع السمن أعتقد أنني علي أن أقول إلى الصديق من طهران أن أوباما أوقعكم تماما في كامل الفخ الآن العالم العربي يستشيط غضبا مما فعلتمه حزب الله الآن الذي تتحدث عنه المقاومة قائمة هي قامة قبل أن تكون قوة هي قيمة يتحكون الآن الإسرائيليون ويرسلون الآن عديد من النشرات الدورية على أن حزب الله أصبح جيشا نظاميا وليس قوة مقاومة قادرة على الحركة وبالتالي يتهيأون تماما إلى تدمير هذه الكتلة التي كانت تمثل العرب شيئا كبيرا حتى دخولها في صيف 2012 جهارا نهارا إلى سوريا الآن ماذا سيفعل هؤلاء الغطاء الجو الروسي سينحصر تماما في مناطق الساحل وحول دمشق وأريد أن أذكر الجميع أن حتى القذفات البيفتتو الأمريكية أقلعت من أنكلك رابع يوم وقف إطلاق النار الذي رعته روسيا وتركيا وقصفت مناطق في سرمضة قرب باب الهوى وعلى مرأة ووسط المستشعرات الروسية ولم يجروا أحدا على أن يعترض الطائرات أو أن يقترب ترامب الآن يتقدم إلى المنطقة برضاء الشعوب التي تتواجد برضاء ربما النظم الحاكمة برضاء شعب أكثر من نصفه هجر ما بين نزوح داخلي وما بين خارجي وأيضا مع أرقام قد تصل إلى 400 ألف قتيل هذا ما فعله إيرانيون وهذا ما فعله إيرانيون وهذا ما فعله النظام لكن يبدو أننا نتغير في الأيام القادمة عن روسيا داني أوضح بالدكتور سمير صالحة الأكاديمي والباحث السياسي انضم إلينا الآن من إسطنبول مساء الخير وأهلا بك معنا طبعا هل بدأت تركيا تنسق بعيدا عن روسيا دكتور صالحة يعني أولا مساء الخير لك ولا ديوفك ولا متابعيك يعني من المبكر جدا الحديث عن التحول حقيقي في الموقف التركي حيال روسيا لأنه كما تعرفين هناك مصالح كثيرة متبادلة ومتداخلة أيضا هناك في الأشهر الأخيرة أيضا تقارب تركي روسي لا يمكن لأنقرة أن تفرط به بمثل هذه السهولة نقطة برأيي في غاية الأهمية هي أن أنقرة الآن تتريث لتعرف حقيقة الموقف الأمريكي إدارة ترامب الجديدة ما الذي تريده وما الذي ستفعله في التعامل مع الملف السوري روسيا تتحسب لذلك لذلك بدأت منذ أيام توجه رسائل مباشرة إلى أنقرة رسائل تصعيدية وربما عبر إيران أيضا في الداخل السوري يعني كل هذا التصعيد الذي نراه على الأرض برأيه سببه الأساسي هناك قلق من أنه احتمال أن تدخل البيئات المتحدة الأمريكية بشكل قوي على الخط في التعامل مع الملف السوري وأنه هذا سيقطع الطريق على الكثير من السياسات للروسية أولا وأنه سيزيد من عزلة إيران الإقليمية ثانيا لذلك الآن هناك ضغط روسي إيراني دائم على أنقرة في هذه الآوينة أرحب أيضا بالدكتور عصام ملكاوي ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية من الرياض مساء الخير دكتور ملكاوي لماذا تعيد السعودية الحديث عن إرسال قوات خاصة إلى سوريا الآن يعني مرت على ما يقرب خمسة أشهر ولم نشهد أي تصريح سعودي فيما يتعلق بالملف السوري أو ما التطورات التي حصلت في سوريا يعني لماذا حركت هذا الموضوع الآن يعني في الحقيقة إذا نظرنا إلى موضوع القوات الخاصة أو القوات البرية من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت المملكة العربية السعودية عن وجودها لمكافحة الإرهاب في سوريا أنا أعتقد في ذلك البيان الذي صدر كان هناك شرط على أن تقوم قوات التحالف بتأمين الغطاء الجوي لهذه القوات على الأرض ولكن يبدو أن الولايات المتحدة التي تقود التحالف في سوريا لم توافق على تلك الخطوة ولكن المملكة العربية السعودية تعاحدت بوجود مثل هذه القوات البرية والآن عندما تغيرت الإدارة الأمريكية وجاء الرئيس الأمريكي ترام يبدو أن هناك أصبح فيه توجه للقضاء على داعش والمنظمات الإرهابية المشابهة لها في سوريا بإمكانية وجود غطاء جوي لتلك القوات التي ستدخل وأنا أعتقد أن التحضيرات التي مرت في المنطقة قبل شهر أو شهرين تفيد بأن هناك كشف واستطلاع جوي كثيف لقوات التحالف لرصد جميع الأهداف التي يمكن للقوات البرية التعامل معها إذا ما أعطيت لها الأوامر لتنفيذ أمر عمليات لإنجاز مهمة على الأرض وإذا نلاحظ أن أيضا هناك أخبار تتوارد بأن قوات أردنية تتمركز حاليا أو بدأت بتعزيز قواتها على الجبهة الشمالية المحاذية للحدود السورية مما يعني أن هناك تعزيز لتواجد هذه القوات فيما لو تم إصدار الأمر لدخول بعض القوات إلى الأراضي السورية إضافة إلى ما رشح عن موافقة أمريكية لإنشاء المناطق الآمنة والمناطق العازلة التي يمكن أن تشكل في جبهتين في الأراضي السورية الجبهة الجنوبية التي تقع ما بين الحدود السورية والأردنية وخاصة في منطقة الدرعة والمنطقة الشمالية في التركيا برأيك هذه القوات ستحمي أيضا المناطق الآمنة الحقيقة القوات عندما تدخل يكون لها مهمات خاصة لتنفيذها على الأرض ولكن أنا أعتقد أن المناطق الآمنة من تسميتها هي مناطق لا يسمح للنظام ولا لأعوانه من إيران ومن ميليشيات الحزب الله والفاطميون والزينبيون بأن يكونوا عونا للنظام الإيراني بل سيتم التعامل معهم بقسوة من جميع قوات التحالف بما فيها القوات الأرضية التي ستدخل مما يعني أن هذه المناطق ستكون بالضرورة محمية دوليا لأنها ستكون بناء على قرار دولي لكن القوات الكوماندوز أو قوات النخبة التي تدخل إلى سوريا ستكون جاهزة للتعامل مع أهداف منتقى ومحددة مسبقا حتى يتم التأكد من أن هذه الأهداف سيتم منجازها من قبل هذه القوات دكتور سمير صالحة أواصل في نفس هذا الإطار يعني فعليا هذه المناطق التي كان يتحدث عنها الدكتور ملكاوي هي مناطق تحت حماية تركية طبعا عبر عملية درع الفرات يعني بالنهاية هناك عمليات أو مناطق آمنة غير رسمية هذه القوات ماذا ستضيف هل تضيف للقوات التركية الموجودة في سوريا من أجل محاربة تنظيم الدولة أم هي دفع وتمهيد لمناطق آمنة تنتشر أو تتجاوز هذه المساحة التي يسيطر عليها درع الفرات اليوم يعني أنا أرى أن الخطوة السعودية التي نتبعها جميعا فيها رسالة بأكثر من اتجاه أولا رسالة أساسية أنها تأتي في إطار التنصيق التركي الخليجي التركي السعودي المباشر لكن التركي الخليجي ببعد أوسع في إطار التعامل مع الملف السوري نقطة ثانية أن هذه الخطوة مرتبطة مباشرة برأي من خلال المتابعة بمشروع حماية المناطق الآمنة لأنه كما تعرفين واشنطن حتى الآن لها الكثير من التحفظات وعلامات الاستفاهم التي تطرحها دائما على أنقرة لذلك نرى أن هذا التنصيق التركي السعودي الآن ينتج في إطار توجيه الإجابات والردود إلى واشنطن التي برأي في الأيام المقبلة ستجد صعوبة أكثر في محاولات الهروب أو تجنب المواقف التركية السعودية نقطة ثالثة أن هذه الخطوة تعني أن المنطقة الأمنة سيكون لها ليس فقط غطاء أمني وعسكري وحماية بل تنصيق اقتصادي في توفير الضمانات الاجتماعية والاقتصادية والمدية للقادمين إلى هذه المنطقة وهذه رسالة أيضا ثالثة مهمة لكن أنا أرى فيها أنه رسالة مباشرة باتجاه فتح طريق ونقاط جديد في الملف السوري أنه تابعناها اليوم أنا وأنت هذا التصعيد الإيراني الرسائل الإيراني الموجهة إلى أنقرة في موضوع شرعية التواجد الإيراني وعدم شرعية التواجد التركي برأي أنه خطوات خليجية سعودية من هذا النوع قادرة على تعزيز ودعم الموقف التركي أعود إليك عميد صفوة زياد عن هذا التحالف الإسلامي هذه القوات الخليجية طبعا وعسكريا قدرتها على الدخول إلى سوريا وهي لم يتم تفعيلها بعد القوات الخليجية هل هي قادرة اليوم على فتح جبهة ثانية في سوريا وهي تحارب الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في اليمن يعني دعيني أقول لك أن المسألة ربما تأخذ بعدها السياسي أكثر من البعد العسكري بمعنى يستطيع دونالد ترامب الآن يستطيع جيمس ماتس يستطيع حتى الرئيس التركي أردوغان أن يقول نحن المقاتل ومعنى تحالف إسلامي هذه نقطة إذن الأمر السياسي والتواجد ربما على الأرض سياسي قد يكون له قيمة أكبر من المسألة العسكري آسف الأمر الثاني المهم من يقول الآن أن داعش أصبحت أو ستمثل خطر على المنطقة الآمنة الذي يمثل خطر على المنطقة الآمنة الآن هي النظام السوري والميليشيات المدعومة إيرانيا نحن نعرف أن الباب في آخر أيامها ويبدو أن داعش ستتحرك ربما إلى مسكنة ثم من مسكنة ستعبر ربما لتدعم معركة الرقة هذا إذا حدث وهو موجود لاحتكاك الآن هناك الآن تماث مباشر بين قوات درع الفرات وما بين قوات النظام السوري جنوب منطقة الباب لكن من الواضح أن علينا أن نتذكر شيء أن الحديث عن أن هناك اشتباك حدث وضخم إعلاميا لأنه كان تمثا مباشرا وربما استوعب بسرعة دعيني أقول لك المسألة أخطر من هذا لدي النظام السوري ربما المنظومات صواريق مدفعية صاروخية كاسميرتش وربما بي ام 30 لديها مدى 90 كيلو متر يعني كان يستطيع أن يخصف قوات درع الفرات وهو ربما يتحرك من مناطق ربما شمال أسرية أو من خناصر أو قربا منها لماذا لم يستخدم القوة النيرانية لأن هناك قواعد الشباك لأن هناك قيود إذن المنطقة الآمنة الآن صراحة لا داعشة فيها شيء ولكن الأمور ستحدد أن أي عمل عسكري من قبل النظام لهذه المنطقة التي تأكد فيها ما يسمى السورية الحرة وليس السورية المفيدة الآن قوات التحالف وتواجد الدول الإسلامية كما حدستك عنها هو مسألة ربما سياسية أكتر هي مسألة رمزية أننا الآن بوتس أننا نملك الإصرار والعزيمة لكن المدفعية الصاروخية التركية الطيران التركي طيران النيت والألفاء منظومات السواريخ باتريوت يعني أمام هذا ما تحدثت عن الإصرار والعزيمة أتحول إلى الدكتور عصام ملكاوي إلى الموقف الروسي يعني اليوم السعودية تركيا الولايات المتحدة الأمريكية أصدقاء لروسيا أو لنقل على توافق إلى حد ما روسيا هل تتخلى عن إيران برأيك أم روسيا ستعرقل ستقف في وجه المناطق الآمنة وحتى دخول هذه القوات الخليجية العربية إن أمكن يعني لأن إيران ترفض يعني في الواقع إذا نظرنا إلى استراتيجية روسيا في سوريا نجد أنها تتمحور حول المصلحة الروسية بالدرجة الأولى وليس مصلحة إيران أو مصلحة النظام السوري ولكن عندما وجد بوتين فيما مضى بأن أمريكا بقيادة أوباما قد أنشأت الفراغ السياسي في سوريا وأنها ابتعدت عن الاشتباك في هذه المنطقة التي كانت ضمن المصلحة أو الاستراتيجية العليا للولايات المتحدة الأمريكية نجد أن بوتين حاول أن يملأ هذا الفراغ ولكن أنا أعتقد أن الفرصة التي حدثت لروسيا لملئم هذا الفراغ لم تكن كافية لإرساء القواعد والشروط التي كان يمكن أن تحقق لروسيا جميع المصالح التي أتت إليها عندما حدث التغيير في الإدارة الأمريكية أصبح الآن الروس في موقف محرج لأن المصلحة الروسية الإيرانية لم تكن مصلحة بعيدة المدى ولكنها مصلحة الآنية أثناء التواجد في مصرح العمليات ولكنها على البعد الاقتصادي والبعد الاستراتيجي هما مختلفة كلية لذلك أنا أعتقد أن إذا ما حصل هناك أي تغيير استراتيجي بإداء بإرادة أمريكية على الأرض أول ما تنسحب من الاشتباك روسيا ومن ثم تحاول القوات الأمريكية بدعم قوات التحالف الإسلامي مما يعني أن الدور الإيراني سيصبح في سوريا دور ثانوي وأن القوات الإيرانية المتواجدة الآن ومن يدعمها من ميليشيات الهند وأفغانستان وباكستان التي تنتمي إلى الطائفة والمذهب الشيع المؤيد لإيران أنا أعتقد أيضا أنها ستتراجع بما في ذلك قوات حزب الله ولذلك لا يمكن لروسيا أن تضع نفسها في مواجهة أمريكية جديدة عندما نجد أن الرئيس الأمريكي الجديد حاول أن يقول وبرسالة قوية بأننا نعيد بناء القوات الأمريكية لكي تحافظ على المصلحة والإستراتيجية الكبرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية واضح دكتور سمير صالحة طبعا الخميس تبدأ مفاوضات جونيف ودميستورا صرح وقال بأن صقف التوقعات غير مشجع يعني هذا التوتر في المنطقة برأيك أين سيقود هذه المفاوضات وأين سيقود الملف السوري يعني نحن منذ البداية كما تتذكرين قلنا أنه لا نعلق أمل كبير على جونيف أربعة لماذا لأن الإشارات التي تسلمناها في الأستانة واحد واثنين في لقاءة أنقرة في الاجتماع موسكو الثلاثي كان هناك شبه قرارات وتفاهمات لم نرى أي ترجمة عملية حقيقية لها على الأرض إذن أذهب إلى جونيف لماذا نقطة أولى نقطة ثانية في جونيف الآن ما الذي سيناقش هل فينسا يناقش المرحلة الانتقالية هل الآن سيكون هناك حوار مباشر بين المعارضة وبين النظام هذه مسائل ما زالت غامضة لكن أنا في جميع الأحوال أرى أن النقاش الحقيقي الآن موجود خارج جونيف أربعة النقاش الحقيقي موجود على الأرض الآن سواء كان مع موسكو مباشرة مع أنقرة مباشرة مع المملكة العربية السعودية مع واشنطن يعني هذا النقاش الدائر بعيدا عن الأضواء إذا جز التعبير برأيه هو الذي سيفتح الطريق أمام جونيف أو يعقده نقطة أهم من ذلك برأيي أن معركة الرقة الآن ستساعدنا على تحديد رسم خرائط جديدة في التعامل مع الملف السوري روسيا ما زال سيناريو موجود يناقش لن نسنا متأكدين منه بعد أنه احتمال التحرك الثلاثي التنسيق الثلاثي بين واشنطن وموسكو وتركيا في معركة الرقة ما زال موجود هل فعلا سيتم هذا على الأرض أم لا أي تحرك ثلاثي بين هذا النوع يعني نقال جديد في الملف السوري كما قلت لك وزيادة العزلة الإيرانية لذلك إيران الآن تضغط بثقلها الكبير لدخول في مواجهة مباشرة مع أنقرة لإضعاف الموقف التركي ولإبعادها عن سيناريوهات تساهم أكثر فأكثر في عزلة إيران وإبعادها ليس فقط في المشهد السوري بل في المشهد الإقليمي دكتور سامير صرحة أرجو أن تبقى معنا لمناقشة المحور الثاني وأيضا عميد صفوة زيادة أرجو أن تبقى معنا أيضا وأشكر الدكتور عصام ملكاوي أستاذ العلوم السياسية كنت معنا مباشرة من الرياض وطبعا كان معنا أيضا حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من تهران وفقدنا الاتصال معه وحاولنا الرجوع إليه ولكن لم يجب مشاهدينا نذهب إلى فاصل قصير نفتح بعده الملف الثاني من تفاصيل ابقوا معنا اشتركوا في القناة